موسيقى حرد رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو على المواطنين العرب والقائمة المشتركة متهما إياهم بدعم الإرهاب واعتبر أن العرب يبقون خارج المعادلة السياسية في إسرائيل مدعيا أن ذلك ما عبر عنه الناخب بالانتخابات الأخيرة على حد تعبيره كما وهاجم نتنياهو رئيس تحالف كحولفان بني جانتس وذلك على خلفية مبادرة لسن قانون يقضي بمنع تكليف متهم بمخالفات فساد بتشكيل الحكومة واعتبر أن هذه الخطوة تقوض أسس الديمقراطية وإرادة الناخب وقال نتنياهو حذرنا مرارا خلال الحملة الانتخابية من أن جانتس يسعى إلى الاتحاد مع داعمي الإرهاب من القائمة المشتركة لإلغاء قرار الشعب مشيرا إلى أن هذا القرار واضح بالإشارة إلى نتائج فرز الأصوات التي أعلنت عنها لجنة الانتخابات المركزية هذا هو الاجتماع الأول لنواب القائمة المشتركة في الكنيسة بهدف تقييم نتائج الانتخابات وبحث السيناريوهات المحتملة على ضوء استمرار أزمة تشكيل الائتلاف الحكومي حدثنا عن الفترة القريبة ستكون فترة ضاغطة جدا سيكون هناك كل يوم تصريح سياسي وكل يوم تحولات سياسية لأن هذه الفترة نحن بعد ثالث معركة انتخابية بأقل من عام وفشل نتنياهو ثلاث مرات في تشكيل حكومة هل نحن أمام انتخابات رابعة؟ يوم تحدثنا على عدة سيناريوهات حاليا كل السيناريوهات مفتوحة مستبعدة هي القائمة بأعضائها الخمسة عشر من تشكيل أي حكومة وهو ما يضع ممثل المجتمع العربي أمام تحديات كبيرة فقط القائمة المشتركة منعت اليمين برئاسة التنياهو من تشكيل الحكومة هذه الحقيقة الموضوعية يجب أن ترسخ في وجدان وذاكرة ليس فقط شعبنا وإنما أيضا الجمهور الإسرائيلي العام المعركة اليوم هي على شرعية القائمة المشتركة تحالف كحولفان يبدو أنه البديل المحتمل أمام القائمة المشتركة ولكن قضايا مفصلية تعيق ذلك وخصوصا في ظل تصريحات جانتز خلال الحملة الانتخابية ولن نحن نريد إسقاط نتنياهو ثانيا ليفهم حزب أزرق أبيض جيدا جيدا من يدعم صفقة القرن والضمء أحد الجانب من يدعم فكرة أغلبية يهودية لسنا شركاء له بل نحن معارضون ومناضلون ضد هذا الفكر العنصري بهذا الأسبوع المفصلي على كحولفان أن يتحدثوا لا نحن كثيرة هي القضايا التي يعاني منها المواطن العربي وهي ما دفعته إلى صناديق الاقتراع حتى يزيد من فرص الدفاع عنه وعن قضاياه ومعد أن لمس الناخب العربي إمكانية التأثير من خلال نواب القائمة المشتركة نحن نتعامل مع واقع فيه تمادي في العنصرية وفيه إزديات في المد العنصرgy تجاهنا كعرف في البلاد بالتالي أن العمل المستمر ضد القوانين العنصرية ضد الممارسات العنصرية هي أولوية وهذا سيترجم في العمل في قضايا التعليم في قضايا الرفاع الاجتماعي في قضايا العمل وسوق العمل لنا كعرب في البلاد في قضايا المسكن في قضايا توسيع مصطحات البلدات العربية وطبعا على رأس سلم الأولويات قضية العنف والجريمة في داخل المجتمع العربي التحديات التي تعيق ممثلي المجتمع العربي من إحراز أي تقدم في هذه القضايا التي تؤرق المجتمع العربي هي ذاتها التحديات التي يصارعها على شرعية بقائه وحقوقه أفدت مصادر في تحالف كحولفان أن المبادرة لسن تشريع قانوني يمنع متهما بقضايا فساد من تشكيل حكومة سيدخل حيز التنفيذ بدءا من الكنيسة المقبل ولن يتم سنه بأثر رجعية ولفتت المصادر إلى أن المبادرة تهدف إلى منع نتنياهو من جر المنظومة السياسية الإسرائيلية إلى انتخابات رابعة بالإضافة إلى أنها تأتي في محاولة للضغط على الليكود لقبول تشكيل حكومة وحدة مع كحولفان بموجب اتفاق تناوب على منصب رئاسة الحكومة بحيث يكون نتنياهو ثانيا بالتناوب وفقا لمطالب كحولفان ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر في كحولفان قوله إنه إذا علم نتنياهو أن إجراء انتخابات إضافية يمكن أن يحرمه من إمكانية تولي منصب رئيس الوزراء فمن المرجح أن يوافق على حكومة وحدة على ضوء شروط كحولفان هلع الكورونا تسبب في إلغاء الرحلات المدرسية والفعاليات اللامنهجية لعشرات آلاف الطلاب والشبيبة العرب البدو في النقب حيث كان أول من أعلن عن الإلغاء مجلس القسوم الإقليمي تبعه مجلس شقيب السلام في خطوة تأتي ضمن مقولة درهم وقايا خير من قنطار علاج بداية نؤكد على ضرورة أن نأخذ الحيطة والحضر من هذا الوباء الخطير وهناك عدة نصائح أصدرها مجلس الإسلامي للإفتاء في البلاد ننصح بمراجعتها ومتابعتها بحاذفيرها من هذه النصائح التي ينصح بها عدم الصفر إلى خارج البلاد حتى وإن كان ذلك لأداء العمرة لأن ذلك الوباء والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث لا ضرر ولا درار ثم من شعر بهذا العوارض عليه أن لا يتسطر عليها الهلع من الفيروس بات ينتشر في كافة أنحاء البلاد ما دفع السلطات الإسرائيلية إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات بينها إلزام أكثر من خمسين ألفا من المواطنين العائدين أيضا من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والنمسا وسويسرا بالدخول إلى الحجر الصحي فيما تم إلغاء كافة الاحتفالات التي دعت إليها البلديات بمناسبة عيد البورم لدى الشعب اليهودي وكذلك منع تجمع أكثر من خمسة آلاف شخص في أي نشاط تشمل حضور مباريات كرة القدم أكثر مجال أو إطار يشعر فيه في الكورونا ومجال السياح ومن هذا المنطلق ومنطلق الحرص على أبناء المجتمع وعلى أبناء جميع أفراد أو سكان الدولة ننصح جميع الأفراد كبارا وصغارا شيوخا ونساء أولا بعدم الصفر إلى الخارج امتناع عن الصفر إلى الخارج لكون معظم الإصابات أتت من الخارج نتوجه إلى هنا في ربوع النقب أخذ الأمر بجدية فيروس الكورونا هو فيروس خطير جدا ينتقل بسهولة بين الناس الرجاء المحافظة على النظافة نظافة اليدين إذا أمكن وضع الكمامة الطبية عند الذهاب إلى المستشفيات أو العيادات أو إلى المسجد أيضا تأتي هذه القرارات بعد أن تأكد أن فيروس الكورونا قد انتشر في بعض المناطق في البلاد وللمحافظة على الأطفال والأولاد تقرر أن تشمل هذه الأوامر كافة التلاميذ من رياض الأطفال وحتى الثانويات حيث يستمر العمل بها حتى تعلن وزارة الصحة العودة إلى الحياة الطبيعية كما نسمع في الآون الأخيرة عن تشار مرض الكورونا في دول العالم في الأسبوع الأخيرة هناك تحذيرات كبيرة جدا في مرض الكورونا في دولة إسرائيل نصيحتي أن يتأخذ جميع الناس بالحيطة والحظر والاستماع إلى النشرات الإخبارية وأيضا التوجيهات من وزارة الصحة كما ندعم دراء المدارس والأمهات والأباء والسلطات المحلية القيام بجميع الإرشادات والاستعلمات اللازمة من أجل أن لا يذيع الهلع والخوف بأوساط الطلاب المدارس والطلاب الجامعات المسؤولون في جهازي الصحة والتعليم طالبوا الجميع بالالتزام بما يتم نشره عبر الصفحات الرسمية وعدم الالتفات إلى الشائعات علما أن أحد الناشرين قرر من خلال تغريدة له على وسائل التواصل الاجتماعي إلغاء التعليم ومنع الخروج إلى المراكز التجارية في بيان مزور اضطر بعدها المسؤولون إلى إنكاره جملة وتفصيلة أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في مؤتمر صحفي عن إصابة سبعة أشخاص في الأراضي الفلسطينية بفيروس كورونا المستجد واتخذت الوزارة إجراءات احترازية تحسبا من تفشي فيروس كورونا المستجد عقب الاجتباه بتواجد عدد من الحالات المصابة في أحد فنادق محافظة بيت الأحمة واستنفرت المؤسسات الفلسطينية واتخذت جميع التدابير الوقائية لمواجهة الفيروس ودعت الوزارة إلى ضرورة وقف كافة الفعاليات والندوات والمؤتمرات والأنشطة الاجتماعية والرياضة في بيت الأحم لمدة أربعة عشر يوما تحسبا من انتشار فيروس كورونا وعملت على تحويل مركز الإدمان في بيت الأحم إلى مكان للفرز واستقبال الحالات المرضية والمصابة ودعت إلى تحويل فندق إنجل في بيت جالة إلى مركز للحجر الصحية وأعلن محافظون أبلس وبيت الأحم وجنين جملة من القرارات الخاصة في كل محافظة على حدة فيما يخص دخول الأماكن العامة أو حتى المدن الرئيسة من قبل الأجانب والزوار ففي بيت الأحم تم تعميم على كافة المستويات للبدء بتنفيذ خطة الطوارئ لمواجهة الفيروس وتم تحذير وسائل الإعلام والمواطنين وكافة الجهات من أي حالة استغلال أو تهويل وأعلنت مديرية الأوقاف في بيت الأحم عن إغلاق سبعة وعشرين مسجدا في مناطق مختلفة من المحافظة هذا وبشرت أيضا وزارة النقل والمواصلات تعقيم حافلات النقل العام في محافظات بيت الأحم مبدئيا على أن يتم العمل بذلك لاحقا في مختلف المحافظات وأيضا أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الصحة طريف عشور أن نتيجة عينة المسحة من فيروس كورونا التي أخذت لمريض في مستشفى درويش نزال بقلقيلة كانت سلبية أي غير مصابة بفيروس كورونا وبشرت الإدارة العامة للحدود باتخاذ جميع الإجراءات التي وردت في بيان مجلس الوزراء للتعامل مع كورونا يواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه في العديد من دول العالم مع تسجيل حالات إصابات ووفيات جديدة الأمر الذي دفع البنك الدولي إلى تخصيص 12 مليار دولار مبدئيا لمساعدة الدول التي تعاني من الآثار الصحية والاقتصادية لتفشي الفيروس الذي انتشر بسرعة من الصين إلى نحو 80 دولة أخرى وأعلنت السلطات الصحية في العديد من دول العالم عن ارتفاع عدد الوفيات والإصابات جراء انتشار فيروس كورونا المسجد فيما أعلنت دول أخرى عن استقرار أعداد الحالات المصابة لديها ومساعيها في محاصرة انتشاره في إيطاليا بلغ إجمال أعداد ضحايا الفيروس 263 مصابا ويخضع 229 منهم للعلاج تحت رعاية المركزة إضافة إلى 79 حالة وفاة الأمر الذي دعا الحكومة الإيطالية للإعلان عن استعدادها لتشديد التدابير الاحترازية لمواجهة استمرار تفشي فيروس كورونا المسجد لتشمل إغلاق جميع المدارس لمدة تصل إلى شهر كامل كما وأعلنت السلطات الصحية في هولندا ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 38 حالة بعد تسجيل 15 حالة جديدة وأعلنت بريطانيا عن ارتفاع حالات الإصابة إلى 85 حالة وفي الولايات المتحدة تم الإعلان عن 9 حالات وفاة وأن الحالات المؤكدة عددها 77 أما في ألمانيا وصل عدد المصابين إلى 44 حالة وارتفاع عدد الإصابات في اليونان إلى 8 حالات وأعلنت إيران ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 77 شخصا وارتفاع عدد الإصابات إلى 2330 حالة كما أعلنت بلدان أخرى في منطقة الشرق الأوسط عن حالات إصابة حيث أعلنت الإمارات اكتشاف 21 إصابة بفايروس كورونا وسجلت كل من المغرب والأردن أول حالة إصابة مؤكدة بفايروس كورونا المستجد لقي عدد من الفلسطينيين مصرعهم وأصب عشرات آخرون بينهم عدد من الإصابات التي وصفت بالخطيرة جراء حريق كبير داخل أحد المخابز في مخيم سيرات وسط قطاع غزة هذا والحق الحريق دمارا كبيرا في المحال التجارية والمباني والمركبات المجاورة للمخبز وعملت قوات كبيرة من الدفاع المدني والطواقم الطبية وتواقم الإسعاف على السيطرة على الحريق هدمت سلطة الإسرائيلية خيام أهالي قرية العرقي مسلوبة الاعتراف والمهددة بالتهجير في منطقة النقب للمرة السادسة والسبعين بعد المئة على التوالي وهذه هي المرة الخامسة التي تهدم فيها خيام أهالي العرقي منذ مطلع العام الجاري إلا أن الأهالي يعيدون نصبها من جديد كل مرة من أخشاب وغطاء من النايلون لحمايتهم من البرد القارس في ظل الأجواء العاصفة التي تسود البلاد وأكد رئيس لجنة تنفيذية لقرية العرقي أحمد خليل أبو مديغم على أن المحاكمة مستمرة ضد أهالي قرية العرقي مسلوبة الاعتراف والنضالات السلمية المستمرة ودعا إلى تكاتف الجماهيري ضد هذه السياسات الظالمة التي تخدم اليمين المتطرفة سياسيا وتوصل سلطات هدم العرقي منذ عام 2000 في محاولتها المتكررة لدفع أهالي القرية للإحباط واليأس وتهجيرهم من أراضيهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر